السلام عليكم بسم الله الرحمن الرحيم ازايكم يا شباب هاملين ايه هنكمل مع بعض الاسترسز والديفلكشن خدنا المرة اللي فاتت حلنا اول مسألة وخدنا طريق بوسيناسك قلنا عشان نحدد احنا عايزين الهدف الرئيسي بتاعنا ان احنا نحدد الاسترسز والديفلكشن فقلنا ان فيه طريقتين بوسيناسك وجورميستر وتكلمنا عن بوسيناسك بالتفاصيل قلنا ان هي one layer theory والassumptions بتاعتها هنبص لثلاثة اتجاهات قلنا layers قالك ان انا هتعامل مع one layer بس ولكن انا هتعامل مع اي شكل من الاحمال وهجبلك الاسترس والديفلكشن عند اي نقطة تحت الwheel loads ديه تمام يبقى بوسيناسك بيتعامل مع one layer والاحمال any configuration اي شكل من الاحمال dual dual tandem ايا كان وبيجب لي الاسترسز والديفلكشن عند اي نقطة تحت الاحمال ديه ولكن هي one layer وطبعا بما انها one layer يبقى لازم layer ديت هي subgrade اصلا ان احنا عندنا طبقات الرص surface base subbase subgrade لما هقولك ان انا بتعامل مع one layer واحدة يبقى اكيد هي subgrade منفعش تكون تانية منفعش تكون base لان اكيد مش الbase ديت مكملة لحد تحت الارض تماما يعني تمام طيب عشان نشتغل ببوسيناسك بنعمل ايه بنجيب z over a و r over a للنقطة اللي انا عايز اجيب لها اجيب عندها الاسترس والديفلكشن وقلنا عشان نجيب الاسترس للنقطة ديت هندخل figure four one بz over a و r over a بتاعتها هنجيب نسبة tire pressure ونضربها في tire pressure ونجيب السجمة عندها الاسترس عندها او ندخل figure four two وندخل figure four two عشان نجيب قيمة f one وone دي ترمز للنية one layer تمام ونعوض في القانون بتاع الدلتا نسوي tire pressure في الاي على اي one في ال f one نجيب الاسترس والديفلكشن عند النقطة ديت طيب تعال نشوف بقى الجديد عندنا هو بورميستر بوسينيسكي كان one layer بورميستر قالك لا انا ممكن اشتغل على two layers تمام زي الفول two layer theory وليه assumption two layer theory بالشكل دو اللايير ديت هي عبارة عن ايه اول layer هي عبارة عن reinforcing layer ليها model of elasticity او model of deformation e1 bound by square inch وليها sum h والطبعة التانية هي e2 اللي هي اللي هي subgrade ليها model of elasticity e2 تمام الassomptions عندنا قلنا عشان نبص على الassomptions بنبص لتلات اتجاهات اول حاجة layers بورمستر قال لنا ان انا اقدر اشتغل على two layers زي ما انتو شايفين طيب اللوت قال لك لا انا مش هشتغل غير على sing اللوت بس اللوت جاي من عجلة واحدة بس غير كده بورمستر مش هيشتغل طب بالنسبة الpositions الاماكن اللي هتجيب اللي هتقدر تشتغل اللي هتقدر تجيب فيها اللي stress total surface deflection الدلتا total surface deflection عند السطح عند السطح تحت الwheel load بالزبط عند R بزيرو وZ بزيرو قال بورمستر ببساطة قال لنا انا هجيب لكم القمطين اللي يهموكم اللي يهمنا ايه يهمنا ان احنا نعرف total surface deflection ده deflection اللي بيحصل عند الوش خالص فوق خالص ليه لان deflection ده هو اللي انا بقيم على اساسه الطريق بعد كده بشوف لو deflection ده وصل لقيمة معينة يبقى حصل failure مثلا او اشوف الrotting حاجة اسمها rotting العمق اللي بيهبطه ايه بيهبطه الطبقة تمام فده اللي يهمنا بالنسبة البورمستر فهو شاف اللي يهمنا وحسب فحسب لنا الدلتا ده حسب لنا ايه كمان قال لك انا هحسب لك السترس الvertecal على وش الطبقة التانية وده برضو يهمنا ليه لان الطبقة التانية دي subgrade يعني ارض تمام فيهمنا يجيب السترس على وش الطبقة دي عشان اقارنه بالbearing capacity بتاعة الsubgrade واشوف يحصل failure في الsubgrade ده شير failure ولا لا كسوي الميكانيكس طيب يبقى بورمستر دلوقتي بيتعامل مع طول ييرز single load بس لازم حمل واحد وهيجيبلي حاجة هيجيبلي الاتنين دول بس هيجيبلي delta total surface deflection delta total total surface deflection عند السطح بتاعة الطريق تحت الwheel load بالزبط عند r بزيرو وزيت بزيرو وعند عمق h على سطح على وش الطبقة التانية بتاعة الsubgrade هيجيبلي السترس تمام طبعا r over a بزيرو في الحال تين سواء delta او طيب زمان في بوسيناسكي كنا بندخل bar over a وz over a هنا بقى هندخل h over a كz over a يعني وهندخل بقيمة تانية e1 over e2 هندخل h over a على a radius بتاع الcontact area وهندخل بالقيمة التانية e1 layer ratio e1 over e2 الموديلس وبلستيسي بتاع الطبعة الاولى على الموديلس وبلستيسي بتاع الطبعة الصب grade او الطبعة التانية تمام وبالتالي انا عايز اجيب contain قيمة الاسترس على وش الطبعة التانية او على وش الصب grade تحت الويل لود تحت ال center line بتاع الويل لود او اجيب كمان total surface deflection باستخدام طب عشان اجيب السجمة على وش الطبعة طبعة الصب grade هستخدم figure 4 3 هجيب منه نسبة او ratio هي sigma على تير pressure واكيد هضربها في تير pressure عشان اجيب قيمة السجمة عند وش الطبعة التانية وعشان اجيب دلتة هستخدم figure رقم 4 4 الفجر ده هجيب منه F2 هجيب منه قيمة اسمها F2 وتو دي ترمز دنية 2 layers وبعد ما جيب F2 عندي حاجة من الاتنين يا اما ده flexible pavement يعني bitumen و aggregate زي ما درسنا يا اما هو rigid pavement او blade bearing زي ما هنشوف بمسألة وهنبقى نشرح طيب قالك والله لو انت شغال flexible pavement يبقى الدلتا بتاعتك الدفليكشن عندك total surface دفليكشن بتاعتك سوى 1.5 في الضيار A على E2 خلي بالك E2 اللي هي المدرس بتاعت الطبعة التانية هضرب الكلام ده في F2 ولو انت شغال rigid pavement او blade bearing انت هبدأ لل1 ونص هتبقى 1.1 A وفي الجالب لو ما قالكش حاجة ما لم يسقر خلاف ذلك فانت بتشتغل flexible pavement والدلتا بتاعتك 1.5 تتغير pressure في لو انا عايز تعال بقى نشوف نجيب السجمة ازاي من الكيرف من الفجر بتاع 4.3 الفجر 4.3 علاقة ما بين Z over A والكيرفز الكتيرة اللي في النص ديت هي عبارة عن E1 over E2 فبدخل بقيمة H over A انا دلوقتي انا بستخدم H over A و E1 over E2 بدخل H over A اللي هي Z over A تمام وليكن بواحد مثلا هقبط في الكيرف بتاع E1 over E2 وليكن باثنين واطلع او نجيب قيمة السجمة على tire pressure وعوض بها في القانون اجيب السجمة طيب لو انا عايز اجيب الدلتا بستخدم figure 4.4 الفجر ده بدخل H over A على المحور الافقي هوت وال E1 over E2 اللي هي الكيرفات الكتيرة ديت فبدخل بقيمة H over A وليكن اتنين باغبط في الكيرف بتاع E1 over E2 وليكن خمسين وبدخل شمال بطلع قيمة F2 وبستخدمها في حالة flexible pavement بضرف 1.5 في air pressure في E على E2 وفي حالة rigid pavement بدأ 1.5 هيبقى 1.18 تمام كده طيب تعالوا نشوف تاني مسألة عندنا قالك استخدم برمستر وسمكها 10 وتحتها طبقة E2 ب6000 انش لها مدرس الاسطيس E2 6000 انش قالك single load و2 layer هي برمستر حتى لو ما قالش فأنا فاهم ان انا هستخدم برمستر ليه عشان هجيب بمطين اساسيين total surface deflection والvertecal stress على اي على وش الطبعة التاني عندي البي اس ب15000 باوند الtyre pressure ب120 اعرف اجيب الا ال E1 ب30000 ال E2 ب6000 ال H سمت ال reinforcing layer ال base layer او ال pavement layer بعشرة انش انا عايز اجيب الدلتا والسيجما انا عايز قيمتين هدخل بهم ال A الفيجرز بتاعتنا قيمة H over A ال H over A بعشرة على ال A اللي هي 6.308 وقيمة E1 over E2 اللي هي 30,000 على ال 6000 اللي هي تبقى ب5 انا اصبح دلوقتي عندي قيمتين دول هدخل فيجر 4-3 ليه عشان اجيب الرشو بتاعت عشان اجيب الرشو بتاعت سيجما على التار برشو طيب دلوقتي ال H over A 1.585 هدخل بيه وال E1 over E2 ب5 هدخل عند قيمة H over A أو Z over A 1.585 هغبط في الكيرف بتاع E1 over E2 ب5 واطلع قيمة sigma over B tire وعوض هجيب ألاقي ان sigma over B tire 0.26 يبقى معنا كده انها قيمة الاسترس على وش الطبقة التانية هيقل لحد ما يوصل ل26 في المية من قيمة الماكسيم tire pressure 120 يبقى هيقل لقديه هيقل 74 في المية طيب السجما بكام كده 31.2 يبقى عايزك تفهم ان السجما قلت بنسبة 74 في المية من قيمة tire pressure لتصبح 26 في المية بس من tire pressure تحت طيب الفيجر 44 عشان اجيب delta عشان اجيب F2 منها اجيب delta هدخل بقيمة H over A 1.5 85 وال E1 over E2 5 هدخل بقيمة H over A هغبط في الكير بتاع E1 over E2 5 وادخل شمال اجيب قيمة F2 هتطلع 0.485 وعوض مدام ما قالش حاجة يبقى انا هستخدم القانون بتاع 1.5 1.5 في قطائر pressure 120 في A 6.308 على E2 خلي بالك 6000 مش E1 مضروبة في F2 وهيطلع للدلتا 0.918 تمام خلصنا المسألة الاول طب المسألة التانية المسألة التانية بيقول لي بيقول given pavement layer E بتاعته المدرس of elasticity بتاع ال pavement ده 300,000 bound per square inch وليه سمك 20 inch و single wheel load 13 kilo bound 13 1000 bound وال tire pressure 120 وقال لك باستخدام بورميستر حدد لي required subgrade modulus of elasticity عايز عايز E2 عشان يخلي total surface deflection point one inch تعالوا نترجم المسألة لإيه لرسمة ادي عندي ويل لود قال لي 13,000 على طائرة بريشر 120 وقال لي ان الbeavement 300 لها مدرس of elasticity بتاعتها 300,000 bound per square inch وسمكها 20 inch موجودة محطوطة على subgrade E2 عايز E2 ديت اللي تخليلي surface deflection فوق point one inch تعالوا نشوف الجيفنز بتاعت المسألة البي اس بكام 13,000 باونز tire pressure ب120 bound per square inch الا بجذر البي اس على tire pressure في البول تمام E1 ب300,000 H ب20 inch required ايه required اللي يخليلي total surface deflection point one inch حلو طب هو قانون بتاع total surface deflection مدام مقلش rigid أو blade bearing أو ايا كان يبقى خلاص الديفولت بتاعي هو flexed الدلتا بكام بواحد ونص في tire pressure في A على E2 في F2 الدلتا دي اللي انا عايزها تكون point one inch بتساوي الواحد ونص 120 120 في A على E2 في F2 طب أنا عشان اجيب F2 انا عارف ان انا محتاج قيمتين عشان ادخل الفيجر بتاع الفيجر 4 4 محتاج قيمتين القيمة الاولى H over A ودي عندي H 20 A 5.872 تمام فجبت H over A 3.406 ومحتاج قيمة تانية E1 over E2 طيب مهانا المعددة اصلا بتاعتي فيها E2 مجهولة انا معيش E2 وعشان اجيب F2 محتاج E1 over E2 طب ها عمل ايه كده ببساطة جديدة ها عمل trial and error طيب هفضل افرد عشان اجيب قيمة F2 E2 اللي اتجيب لي surface deflection point 1 اللي انا عايز اوقف المسألة اللي مطلوب E2 المودر سوبلاستيسي للسبجريد اللي يخليلي total surface deflection point 1 يبقى انا هفضل افرد E2 عشان لحد ما الدلتا تكون point 1 فالتفكير العادي اي حد ممكن يفقر ويمشي في الاتجاه ده انه ببساطة شديدة هيفرد E2 فرضنا E2 وهيقوم جايب E1 over E2 E1 عندي جهزة 300000 هقسمها على E2 اللي انا فرضتها كده اصبح معايا E1 على E2 ومعايا H over H H over A ادخل figure 4 4 واجيب F2 جبت F2 اقدر اعوط في المعادلة اللي فوق ديت اللي هي 1 ونص طير بريشار في الاي على E2 في F2 واجيب قيمة الدلتا واشوف الدلتا اللي انا جيتها ده هل تساوي point 1 انش ولا لا تساويها تمام لا تساويهاش لا يبقى مش دي ال E2 اللي انا عايزة طيب خلينا نفطرت فرض لأنا فرضت E2 معينة وجابتلي دلتا مثلا point 2 انش يبقى عملتلي دلتا E كبيرة فرضت قيمة لE2 سببتلي ان total surface deflection point 2 انش قيمة كبيرة قوي للdeflection الفرض اللي انا عايز افرده بعد كده هفرد E2 اكبر ولا E2 اصغر انا فرضت دلوقتي قيمة جابتلي total surface deflection point 2 انا عايز total surface deflection يبقى اقل من كده كل ما افرد E2 كبيرة تتعمل ل total surface deflection قليل حتى بينة من العلاقة الدلتا بتساوي واحد ونص في BT في A في A على E2 في F2 كل ما زود E2 ده يخلي لل total surface deflection A اقل علاقة عكسية طيب فده طريقة التفكير العادية ايفرد E2 ومنها يجيب E1 over E2 وهكذا طيب ايه رأيكم في الطريقة في طريقة تانية هتبقى اسهل دلوقتي الدلتا ده ده القانون بتاعنا دلتا بساوي واحد ونص طير بريشل اللي هو 120 في A على E2 في F2 طيب لو فرضنا بدل ما نفرد E2 نفرد E1 over E2 على طول تمام عشان يتسهل علينا دخول الكيربات عشان ندخل الكيرب بشكل أسرع وأسهل فأنا هفرض E1 over E2 ومنها هجيب E2 هجيبها ازاي ما أنا معايا اصلا أنا معايا E1 بتاع 300 1000 يبقى E2 هتساوي E1 على القيمة اللي أنا فرضها اللي هي E1 over E2 تمام جبت E2 وبعد كده من فجر 4 4 هجيب F2 أنا أصبح معايا E1 over E2 ومعايا H over E هجيب F2 وبعدين أعوض في المعادلة اللي فوق دي أجيب قيمة الدلتا أصبح معايا قيمة للدلتا وصدها قيمة E2 هقرر الكلام ده مرة كمان تمام هشوف قيمة الدلتا اللي طلع علي في الأول وبناء علي هقرر قيمة E1 over E2 اللي أنا هستخدمها بعد كده طيب هل ينفع قيمتين اللي طلعوا حتى الآن طلع أن الدلتا بتاعت point 1 بينهم هل ينفع عمل interpolation قالك لا ما ينفعش معلش أنت مش هينفع تستخدم تعمل interpolation أنت محتاج أن أنت ترسم بينهم curve وبالتالي أنت محتاج نقطة ثالثة لأن العلاقة بينهم مش linear فمحدش يعمل interpolation طيب هفطرت قيمة كمان لحد فين هقف لحد فين هفضل كده لحد مقيمة deflection اللي هي اللي أنا عايزها اللي هي point 1 إنش تكون بين القيم التلاتة دا لحد مقيمة deflection point 1 إنش تكون بين القيم دا وبعدين هرسم علاقة ما بين e2 والدلت أنا أصبح معي ثلاث قيم لل e2 وثلاث قيم لل دلتا فهرسم علاقة بينهم وادخل point 1 إنش أجيب قيمة e2 وهي دا اللي هتطلقي القيمة المدرس لل subgrade اللي يجب لي deflection point 1 إنش تعالوا نشوف هنعمل دا ازاي أنا عندي e1 300 ألف وادلتا عندي القانون بتاعها وعندي h over a 3.606 تمام ماشي هعمل ايه أول trial هفرد أن e1 over e2 ضربتها كده ب1000 لما هفردها ب1000 أعرف أجيب e2 أيوان اللي هي e1 300000 على e1 over e2 اللي هي 1000 هتبقى 300 طبعا مع احتفاظ الوحدات مع الاحتفاظ بالوحدات e2 300 bound per square inch هدخل figure 4 4 ليه أصبح معي e1 over e2 1000 which over a معايا هعرف figure 4 4 figure 4 4 هدخل بقيمة h over a 3.406 ودي قيمة خلاص سبتة معايا مش هتتغير e1 over e2 كام ب1000 أدخل عند الكيرف دوت تقاطع مع h over a 3.406 وأجيب قيمة f اللي هتطلع لي 0.034 ومنها أعوض في المعادلة أجيب قيمة delta 0.12 انش طرق قيمة delta كبيرة شوية الله بما أن طرق قيمة delta أكبر من اللي أنا محتاجها يبقى أنا التعويضة اللي جاية أنا أحتاج أعوض بحيث ان e2 تكون أقوى شوية عشان تعملي deflection أقل عشان أوصل لحد 0.1 بتاعتي فأنا في الأول فرط e1 over e2 بألف يبقى هفرد e1 over e2 بخمسمية ratio أقل شوية عشان e2 تبقى أكبر e2 هنا هتبقى 600 اللي 300 ألف على 500 هتبقى 600 bound بر سكوير إنش وادخل figure 4 4 e1 over e2 بخمسمية أهم داخل جاي بقيمة f2 الجديدة 0.043 ويطلع لقيمة delta 0.076 ماينفعش أقف لازم أرسم قيمة ثالثة لازم أجيب قيمة ثالثة عشان أرسم علاقة بينهم لأن العلاقة مش linear ماينفعش نعمل interpolation طيب فبعمل بقيمة ثالثة قيمة دي براحتك عايز تفرد e1 over e2 أكبر من الألف براحتك أصغر من 500 براحتك أنت خلاص ضمنت إن قيمة الدلتا اللي أنت عايزها 0.1 دي وقع ما بين القيمتين دول 0.12 0.076 فهفرد القيمة الثالثة للرشو e1 over e2 كمتين وهطلع e2 ب1500 وهدخل figure 4 4 هجيب بe1 over e2 بانتين هجيب f2 ببوينت 0.61 وعوض في المعادلة هجيب قيمة الدلتا 0.043 أصبح عندي ثلاث قيم لee2 وتلاث قيم لدلتا هرسم علاقة بينه وادخل بقيمة الدلتا 0.1 تجيب لي قيمة e2 اللي تحقق لي الدلتا 0.1 اللي هي تطلع بربعمية باوند بري سكوير إنش يبقى عند دلتا 0.1 إنش الee2 اللي تحقق لي التوتال سيرفز ديفليكشن 0.1 إنش هتبقى بربعمية باوند بري سكوير إنش هنقف لحد هنا ونكمل في الفيديوهات اللي جاية إن شاء الله شكرا بريدوكشن بريدوكشن